يا أهلاً وسهلاً بكم من جديد أهلاً وسهلاً فعلياً بكل من يشاهدنا الآن في منصاتنا المختلفة وصلنا إلى الفقرة التحليلية التي يصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ شوقي عبد العظيم أهلاً وسهلاً بك وطالة المدة أهلاً وسهلاً مرحباً بك عزيزي ومرحب بجميع المشاهدين المستمعين للسوداني 24 أهلاً سهلاً بكم مجدداً من الدولة الجولة من سودان تريبيون وفيه نقرأ الولايات المتحدة حان الوقت لتنازل الجيش السوداني عن السلطة وإجراء حوار بناء طلبت الولايات المتحدة والجيش السوداني بتنازل عن السلطة لصالح المدنيين وإجراء حوار بناء من أجل إنشاء إطار انتقالي بقيادة مدنية وقالت سفارة الولايات المتحدة في الخرطون في بيان انتلقته سودان تريبيون الاثنين قالت إن مولي شددت في جميع لقاءاتها على الضرورة الملحة للتنازل عن السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنية وأشارت إلى أن مولي في ضغطت على قادة الجيش لتنفيذ تدابير بناء الثقة خاصة محاسبة المتورطين أو المسؤولين عن مقتل المتظاهرين ووقف العنف ضد الاحتجاجات بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أستاذ شوقي هل باعتقادك سيستجيب المكون العسكري بالتنازل عن السلطة؟ نعم أفتقد هذا سؤال جيد هل سيستجيب المكون العسكري وتنازل عن السلطة؟ أنا أعتقد أنه الإجابة يجيب أن يجب أن يستجيب المكون العسكري وتنازل عن السلطة لأنه الآن الوضع في السودان أصبح هذه المسألة لا تقبل المساومة لأن هذا أمر الآن بيموتوا الشباب من أجله كل يوم بيخرجوا للشوارع بيتعرضوا للضرب بيتعرضوا للعنف بيتعرضوا للموت في آخر المطار فأعتقد أنه ما في مساومة لم يعد هناك مساومة لم تعد هناك مساحة للجيش حشان يناور فيها يقول أنه ممكن يحكم البلد دي يعني الان الجيش قاعد بفرية الإجراءات التصحيحية حصلت في 25 أكتوبر الجيش قال أنا عملت إجراء تصحيحي ولثورة طويلة جدا وكان جزء يعني هو تدخل في 11 أبريل وأصبح قال أنا جزء من الثورة وأنا دعمت الثورة وكذا لكن في 25 أكتوبر حدث انقلاب عسكري والانقلاب العسكري ده حدثت فيه حاجات غير مسبوغة في تاريخ السودان تمت مقاومته قبل أن يصدر بيانه الأول الناس خرجوا للشوارع وقاوموا ومنذ ذلك الفجر من ذلك الصباح والناس ما زالت حتى اليوم في الشوارع حتى هذه اللحظة من أمس كانوا الناس في الشوارع وغدا سيكون الناس في الشوارع وكل يوم حيكونوا في الشوارع حتى ينزح هذا الانقلاب ويتراجع فبقى ما في مساومة ما زمان أنت بتدي الناس يعني أنت بيشين منهم الحرية والديمقراطية والحكم المدني وبتديهم الرفاها الاقتصادي بتديهم أي وتفع الأمن الآن هذا الانقلاب الذي جاء بتحت مسمى إجراءات تصحيحية فشل في أن يقدم للشعب السودان أي شيء طب فشل في الاختصاب حياة الناس الآن في ضائغة كبيرة جدا في انهيار كامل في الخدمات أيضا غير مسبوغ يعني الآن نحن في الدولة الفاشلة بكل توصيفاتها الآن عندما تتردى الخدمات حتى الناس أصبحوا زهدوا في الشكوى يعني ما في throw他們 يشتكل الحكومة هذا معنات الحكومة وصلت رحلة من الفشل كبيرة جدا النوم يناس لا يكون عنده الرغبة يشتكله ما في أمن الآن الناس بموتوا بالنئات �يبن أمس كان في مدف فظيح الأسبوع والفات كان في مدف كولبوس في مناطق كثيرة جدا من مناطق السودان في مدف كثيرة جدا كثيف يعني الناس بموتوا في الشوارع الخرطوم المفترض هي العاصمة وفي شوارع الأقاليم وفي المدن وفي دارفور وفي كل مكان طيب الوضع مدفق طيب كيف تقيم نتائج زيارة موليفي الأخير للخرطوم هل يمكنك أن تعدد لنا وكيف تقيمها يعني الأمر ربما يشبه كل الزيارات التي حاضرت من الولايات المتحدة نسمع بنتائج لكن هذه النتائج لا تكاد ملموسة هذا هو توصيف بعض الناس المراقبة أنا أعتقد أن الأمر ما كذلك ما بالطريقة أنت وصفتها الوضع مختلف الآن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي وعافقيات الولايات المتحدة الأمريكية خلينا نقول المجتمع الدولي الديمقراطي هو الآن يؤمن بأن إرادة الشعب السوداني يجب أنها تتحقق دي مطالب الشعب السوداني الحكم المدني هو مطلب الشعب السوداني والآن هذه الزيارة هي أعتقد هي برضو زيارة قعدت فيها خمسة أيام في السودان للتشاور ولمقابلة الأطراف المختلفة لجام مقاومة قوى سياسية مكون عسكري للوصول لحل المسألة دي ليست هي زيارة دوليماسية بكل تأكيد زيارة دوليماسية ممكن تستغرق ساعات تستغرق يوم ولكن دي لأنها عشان تنجز عمل محدد والكلام اللي حنت قليته في الخبر ده هو الحقيقة هذه رغبة الشعب السوداني أنه يتحكم بحكم مدني ديمقراطي عشان كده نحن نقول مساحة العسكريين ضاقت جدا طيب خلينا نكمل الجزئية دي النتائج الأساسية الجلوس في بيت السفير السعودي سفير المملكة العربية السعودية اللقاء المباشر بين قوى الحرية والتغيير وبين المكون العسكري ده واحد أهم ثمارات هذه الزيارة وهي أيضاً التقد برجان المقاومة تحدثت مع كل الأطراف لكن دي كان هي نتائج عملية سياسية يجب نتج عن هذه الزيارة العملية السياسية الآن البلد بتتحرك فيها بعد الجمود السياسي الطويل الزيارة دي حققت هذا هذا الحراك السياسي الزيارة الثاني هي الآن زي ما قلت أنت في الخبر بتكون فيها مطلوبات محددة هي تسليم الحكومة السلطة التنفيذية للمدنيين وده طلب الآن ده طلب الشارع السوداني إذن هي الزيارة عندها نتائج حتتحقق ما بتتحقق بين يوم وليلة مؤكد هي عملية سياسية يعني بتتعمل في وقت وده أفتكر أنه الآن ده هو ماشي فلذلك الناس يجي منه يفهم من زيارة دي بعدين نحن فتحت المراغبة الآن يعني رضينا أم أبينا نحن في بحثة بتاعة يونيتامس موجودة دي بتاعة عمل تقارير كله ثلاثة شهور في مراقبة خاصة لحقوق الإنسان موجود المجتمع الدول الآن براغب العملية السياسية في السودان الآن العملية السياسية كلها تحت المراغبة فزيارة مولي دي واحدة من المحطات المهمة في هذه العملية عشان تدفع بالعملية للأمام وتتحرك ويعود الحكم المدني ويتراجع الإنجلاب طيب كثر الحديث بشكل متسارع يعني على أنه هناك اقتراب للحرية تغيير والمكون العسكري كذلك من الوصول الاتفاق أتعتقد ذلك؟ يعني هل تعتقد بأن قد اقترب الطرفان بالفعل من الاتفاق؟ طيب أول خالجة خلينا نعيد نفس العبارة القناعة أن العملية السياسية بدأت تتحرك طيب العملية السياسية مشى للأمام طيب إحنا عندنا خبرة بتاعة شراكة مع العسكريين أو المدني أو المدنيين داري عندهم خبرة في شراكة مع المدنيين مؤكد هي التجربة دي مهما كانت نجاحاتها وفشلها وأخطاءها وصوابها هي تجربة استفادوا منا كل الناس في خبرة التعاون على الأقل مع المكون العسكري والناس شافوا كيف هو بيراوق وكيف هو بتحايل ويحاول يتحايل الفرص عشان يقضي على الحكم المدني الديمقراطي ومؤكد هو المكون العسكري دا عنده مصالح يعني يقصدين وحنا إجراءات من إصلاحة السودان ونحنا جينا عشان البلد والبلد ماشى للانزلاق بين المدنيين يختلفوا المدنيين مع المدنيين عشان كده إحنا عملنا إجراءات تصحيحية الآن ثبت تماما أنه دا ما صحيحة إنه دا ولايك عندك مصالحك عندك انت الرس محدد دا يرتحققه في مقابل ما يحدث الآن من انهيار وفشل يعني حتى الآن ما في اعتراف بهذا الفشل وما أنا لو كنت أنت أصلا عملت إجراءات تصحيحية المؤشرات بتقول إنه الحاجات تراجعت أسوأ ما يمكن قبل الإنقلاب حتى الصراع المدني المدني طرأت يعني اشتعل أكثر ما كان عليه قبل الإنقلاب 25 أكتور طيب أنا في حد أريد أريد ذكرك لها نعم أخليك تكمل فكرتك يعني نحن بنشهد ربما يكون جلوس مباشر ما بين حرية تغيير المكوين العسكري يعني يمكن تسميها كما شئت يعني سواء كممثلين أو غير ذلك في تلك الأثناء هناك في وقت سابق رفعت حالة الطوارئ لكن ما زلنا نشهد كما ذكرت قبل قليل أنت هناك حالات موت كثيرة للغاية ألا يدل ذلك على يعني بشكل أو بآخر سوء نوايا المكوين العسكري تجاه من هم يتظاهرون في الشارع نعم ما هو قلت لك أن المكوين العسكري يجب أن يفهم الناس غير أنت عملت إنجلاب وبررته قلت أو الله أنا جيت لو عملت إجراءات تصحيحية لكن الإجراءات التصحيحية دي أثبتت أنها غير تصحيحية خلينا نقول معكم أي أوكي إجراءات تصحيحية أنت جيت تصحيح الوضع الاقتصاد جيت تصحيح الوضع الأمن الوضع الأمني نهار جيت تصحيح الأوضاع السياسية العملية السياسية العملية السياسية نهارت تجمدت أي شيء جيت تصليح ونهار نهار بما لا يقاس يعني مثلا ما دائرة أي قراءات ولا دائرة إحصائيات واضح في حياة الناس في معاش الناس في خدمات الناس واضح أنه أنت الإجراءات التصحية العملتها دمرت العملية كلها فبيبقى أنت لو كنت أصلا دي حرص على التطور والبلد كان أنت طوالي بتقول يا تقدم استغالتك يا تعيد الحكومة المدنية زي ما كان يا تتصرف لكن إنك تشاه تفرج في المشهد الآن أنه يقول لك الحكومة دي ما في زول قاعدة يمشي اشتكي لها لأن الناس بيقول زاهدة فيها في أنها تعمل شيء في تمامك بتكون تتفرج على كل هذا الخراب يعني الليلة بموتوا 100 نفر في دارفور أمس أول أمس وما بيطلع بيانا من جسال أمن والدفاع ما بطلع بيان تجاه القتل ده قتل 100 شخص في دارفور ما بيطلع بيان فده بيعتقد أنه ده الآن يعني هذا الشخص بيتفرج على انهيار كامل اللي بيحدث وده خطر على السودان والكلام ده أنا ما بقوله لي قيادات الجيش ده مفروض يفهموا كل الناس الموجودين في الجيش إنه ده أنت الآن إحنا البلد في مخاطرة كبيرة جدا تستدعي وطنية تستدعي مسؤولية تستدعي إنه إحنا في الآخر لازم ننقذ السودان يعني الموضوع ده ما عن جيش ومدنيين ما مدنيين وجيش ما لا الآن السودان ده في خطر في خطر حقيقي محتاج مسؤولية عادة جدا الناس يكونوا مسؤولين أي يزور في موقعه يكونوا مسؤول لأنه ما ينفقده اليوم صعب نقصه بكرة طيب يحتاج وقت يعني فلذلك الناس يجب ينتحلوا بالمسؤولية كلهم لإخراج البلد من المأزاق الفيو طيب